الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة معدنا مع الفيديو الثاني من سلسلة حل كتاب بيان احنا جماعة في الفيديو الاول حلينا جزء من الاسئلة الخاصة بمدرسة الاحياء والبعث وحلينا حوالي اربعتاشر سؤال دلوقتي احنا معدنا مع السؤال رقم خمستاشر في السؤال رقم خمستاشر بيقول لي فتعاهدنا على دفع الازى بركوب الحزم حتى نظفر وتواصينا بصبر بيننا فغدونا قوة لا تصدر وتصدر يعني تحتقر يعني والحزم اللي هو العزيم طيب ايه المقصود بدفع الازى الازى هنا اللي هو طبعا تعاهدنا يعني كابناء مصر على دفع الازى اللي هو الاستعمار يعني تمام كده بركوب الحزم حتى نظفر يبقى هنا هختار رقم جيم اللي هو عمق النظال الوطني والثورة ضد الاستعمار بعد كده رقم ستاشر قال احمد شوقي بي مثل ما بك يا قمرية الوادي ناديت ليلي فقومي في الدجا نادي وارسلي الشجوى اسجاعا مفصلة او رددي من وراء الايكي انشادي طبعا هنا قمرية يعني جميلة الوادي اللي هو المنفرج ما بين جبلين يعني والدجا اللي هو الظلام طبعا عندي هنا الاول هو بيقول لي هل تحققت سيمة التمسك بالقديم ولا ما تحققتش طبعا هي تحققت يبقى لم تتحقق دي حشلها ولم تتحقق دي تحشلها طيب هقول بقى تحققت ليه هل هو ده بدء بوصف اطلال لا تب يوصف قمرية الوادي الفتاة الجميلة اللي هو بتكلم عنها يبقى تحققت فلم يتخلى عن القديم وابتدأ بالغزل الايه التقليدي عندك بعد كده رقم 17 قال الرصافي اما انا ان تنسى من القوم اضغانه فيبنى على اس المؤاخات بنيانه على اساس يعني اما انا ان يرمى التخاذل جانبا وفتكسب عزا بالتناصر او طان ايه السمة اللي اتضحت في هذين البيتين من سمات مدرسة الاحياء والبعث طبعا هنا عندي هو بيقول اما انا اما جاء الوقت ان تنسى من القوم الاضغان الاضغان اللي هي الكراهية او غيره طبعا طغيان جانب عاطفي ده مش عندهم خالص تمام كده وعندي كمان يا جماعة العناية بالتجربة الذاتية دي مش تجربة ذاتية هو بيقول ان احنا علينا ان احنا ننسى الاضغان بنا ونبقى في تآخي يبقى هنا هو دعا الى الوحدة الوطنية رقم با بعد كده قال علي الجارم في قصيدة ابي الزهراء طبعا ابي الزهراء ده كناية عن موصوف اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول اطلت على سحب الظلامي ذكاءه الذكاء اللي هو الشمس وكاتبها تحته وفجر من صخر التنوفة ماءه والتنوفة اللي هي الحجارة في الصحراء تمام تبسم صغر الصبح عن مولد الهدى اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم فللارض اشراق به وزهاء اه طبعا هنا احدى الخصائص الفنية هو عبر عن مدح النبي صحيح بس هل ده سلوب سالس لا طبعا ده حتى كاتب للمعاني تحت يبقى مال الشعر في مدحي للنبي لاستخدام الالفاظ التراثية يبقى الاجابة رقم جيم دي بعد كده رقم 19 قال شوقي عمدت الى قلبي بسهم نافذ او عمدت الى قلبي بسهم نافذ هو بيكلم محبوبته فيه لمحتوم القضاء سهامه يا قلب لا تجزع لحادثة الهوى واصبر فما للحادثات دوام هنا هو بيقول لي ايه السماء اللي تحققت من سمات الاحياء والبعث من حيث ايه الموضوع طبعا هنا مش منجزات عصرية ولا حياة ثقافية ولا الكلام ده الرجل بتكلم عن الحب يبقى يفسح المجال للتجارب الزاتية لإيجابة رقم ده قال شوقي ولينا الامر حزبا بعد حزبا فلم نكو مصلحين ولا كرامة وسسنا الامر حين خل إلينا بأهواء نفوس فما استقام برضو عيسما ظهرت من حيث الموضوع طبعا الأحزاب والحاجات الحديث عن الأحزاب يبقى رصد ما أصاب البلاد من ايه من تشاحن وانقصام بين الأحزاب وغيره تمام كده عندي بعد كده الشعر بيقول جامل صفق الزهوي أنت ما إن تخففين مصابي حزني يعني أو صابتي دمعتي يبقى بخاطب دموع فارجعي على الأعقاب أنت لا تدفعين وطأة شيبي أنت لا ترجعين عهد شبابي السمة هنا لا تحققت برضو من حيث الموضوع طبعا هو بيكلم دمعته هو ومصابه هو وياء المتكلم هو وشيبي وشبابي يبقى أعطوا مزيدا من التجارب الذاتية عندي بعد كده اتنين وعشرين حولوا النيل واحجبوا الضوء عنا واطمسوا النجمة واحرمونا النسيمة إننا لن نحول عن عهد مصر أو عن عهد مصر هو هنا من ونها أو ترونا في الطربي عظما رميما طبعا حافظ بيتكلم حوله النيل بيكلم مين بيكلم المستعمر واحجبوا الضوء والكلام ده هل هو هنا في دوره للوعي لتحريره الوطن هل الأمر تحقق ولا لم يتحقق طبعا هو تحقق يبقى أنا أشيل ألف وباء طيب تحقق ليه هو هل هنا عدد مظاهر أو مظالم الاحتلال ولا ندد به وأتكلم على النضال طبعا هو ألف البيت حتى الثاني لن نحول عن عهد مصر ولا نترونا في الطربي عظما رميما يبقى الراجل عايز يقول إن احنا عندنا قوة في النضال الوطني يبقى الإجابة رقم جيم بعد كده يا جماعة عندي رقم تلاتة وعشرين بيقول أحمد شوقي الله في الخلق من صب مشتقي يعني ومن عاني العاني اللي هو بيعاني يعني أو بيتألم من آلام الحب تفنى القلوب ويبقى قلبك الجاني المذنب يعني يا من هجرت إلى الأوطاني رؤيتها فرحت أشوق مشتاق لأوطاني طبعا أحمد شوقي هنا في تمسك بالقديم طبعا في تمسك بالقديم يبقى تحققت مش لم تتحقق يبقى آلف ودل طلعوا معايا من الاختيارات طيب هل هو هنا بدأ بالغزل التقليدي ولا بالوصف طبعا بدأ بالغزل التقليدي صب اللي هو المشتاق والعاني ولكده بعد كده رقم 24 قال أسماعيل صبري بيقول إيه أقصر أقصر فوادي فما الذكرى بنافعة ولا بشافعة في رد ما كان سل الفؤاد الذي شاطرته زمنا حملة الصبابة الصبابة اللي هو الشوق يا جماعة من الكلمات اللي لم تتكرر كتير فاخفق وحدك الآن اخفق الطرب يعني أو يعني ايه ضق من ألم الحب ده وحدك يعني طبعا السماء اللي اتضحت هنا طبعا الراجل بيتكلم فؤاده اللي هو قلبه وبيقول له الحب والكلام دوت يبقى العناية بالتجارب الزيتية في شعرهم رقم بها بعد كده 25 قال الرصافي إذا لم يعيش حرا بموطنه الفتى فسمي الفتى ميتا وموطنه قبره تمام كده بعد كده أحرياتي إني تخذتك قبلة وجه وجهي كل يوم لها عشرة وأمسك منها الركنة مستلما له وفي ركنها استبدلت بالحجر الحجرة وكأن ديانتو يعني هي الحرية رقم 25 ديات بيقول لي السنتج السماء التي اتضحت في هذه الأبيات من سماء مدرسة الإحياء والبعث طبعا هو هنا بيتكلم عن الحرية وإن الإنسان مش يعيش في وطنه حر وإلا حيكون الإنسان ده ماله حيكون الإنسان ده كأنه ميت تمام يبقى حس الشعب على الثورة والمناضلة والتنديد بمظالم الاحتلال الإجابة رقم دال عندي بعد كده 26 قال حافظ إبراهيم في مطلع قصيدة كم تحت أزيال الظلام متيم دام الفؤاد وليله لا يعلمه طبعا المتيم اللي هو المشتاق المحب ودام الفؤاد يعني مجروح بجرح دامي ينزف يعني طبعا هنا طبعا بيتكلم عن حب هو يبقى ابتدأ بعض القصائد بالغزل برضو التقليد جريا على القدماء وتقليدا لهم دي كده يا شباب رقم 27 بيقول صونوا الهلال وزيدوا مجده علما لا مجد من بعده انضاعا أو ذهبا طبعا الهلال طبعا ده رمز للإسلام طبعا طيب يبقى هو هنا عندي هو ذكر كلمة الهلال ولو كان ذكر الصليب كمان كان عايبقى الوحدة الوطنية أو الوحدة بين عنصرية الأمة لكن هو هنا تكلم عن الهلال بس يبقى هو بيتكلم عن فكرة الإسلامية أو الإيمان بفكرة الجامعة الإسلامية رمز لوحدة المسلمين قال حافظ إبراهيم يا دولة رفعت على أوطاننا علما تنكس تحته الأعلام يا دولة رفعت على أوطاننا علما تنكس تحته الأعلام يا أمة خاطة الكرة أجفانها هبي فقد أودت بك الأحلام أودت بك يعني ضيعتك أو ذهبت بك إلى أمر خطير يحقق الهلاك تمام كده عندي السمة التي تضحت فيها زين البيتين من سمات مدرسة الإحياء والبعث طبعا هنا بيتكلم على أن لابد أن الأمة تستيقظ من الكرة من النوم بتاعها يبقى بيحسهم على الصورة والمناضلة وبالأول كمان ندت بالمستعمر يبقى الإجابة ألف تنديد بالاحتلال ومظالمه والحس على الصورة ومناضلة الاحتلال بعد كده قال أحمد شوقي فلو أدركت تابوت موسى لصلطت عليه زبانها وحر حماها ولو لم تغيب فلو لم تغيب فلك نوح وتحتجب لما أمنت مغزوفها ولضاها لضاها يعني نارها فلا كان بانيها ولا كان ركبها ولا كان بحرا ضمها وحواها وأفن على العلم الذي تدعونا وهو إذا كان في علم النفوسي رداها رداها يعني موتها وبتكلم طبعا عن الغواصات والقزائف اللي بتلقيها والحروب والكلام ده يبقى هو بتكلم عن المنجزات والاختراعات الحديثة والحديث عن المختراعات ووصفة بعد كده قال حافظ إبراهيم في تهنات الخديوي بعيد الأطحى طب بالأريكة ذات العز والشاني واقضي المناسك عن قاص وعنداني قاص بعيد وداني قريب يا عيد ليت الذي أولاك نعمته بقرب صاحب مصر كان أولاني منحني أو أعطاني يعني صوت القريد والقريد اللي هو الشعر فما غادرت لؤلؤة في متح كسرة ولا في عقد بوران من الملوك القدمى عندي هنا يا جماعة طبعا السمة التي اتضحت هنا بيقول له طغيان الجانب البهيني على المضمون والفكرة ولا عدم مراعاة الوحدة الفنية بتعدل الأغراض طبعا هو هنا بيمدع ولا فقدان الذاتية وانصراه في النفس عن ما يشغله ولا معارضة القدمى وعدم وضحم طبعا فقدان الذاتية لأن القصيدة قصيدة متح يبقى ما بتكلمش عن حاجة خاصة به هو يبقى هو هنا فقد عنصر ذاتية وانصرف عن النفس وما يشغله عندي كده يا شباب الأسئلة اللي جات في السنوة العامة لهذه المدرسة آخر امتحان جاه اللي هو اسمتحان العام الماضي قال عبد المحسن القاظمي قوم إذا خطبوا المجدة قوم إذا خطبوا المجدة أو لمجد وليدهم ابنهم يعني غرر المعالي أمهروها الأنفسة يعني يقدموا نفسهم كمهر للمعالي اللي هو المجد طبعا السندج السيمة اللي اتضحت هنا طبعا دي مش تجربة ذاتية ولا مشكلة عص ولا برضو قضية عالم إسلامي دي الإكثار من الصور البيانية الإجابة رقم ألف بعد كده قال حافظ إبراهيم مريضنا فما عائدنا يعني زارنا عائده يعني زائر ولا قيل أين الفتى الألمعي الألمعي يعني الزكي المشهور طبعا هنا بيتكلم عن قضية خصه هو أنه هو مرض ومحدث زاره يبقى دي أعطوا مزيدا من الاهتمام بالتجارب الزاتية الإجابة دال قال أحمد شوقي وإذا دعوتوا إلى الوئام فشاعر أقصى مناه محبة ووئام الوئام اللي هو المحبة يا جماعة السيمة اللي اتضحت هنا في موضعاتهم وعايز الأقصى أمنية لهذا الشاعر أن يسود المحبة والوئام في المجتمع يبقى إظهار الحب لإصلاح الاجتماعي في المجتمع بعد كده قال حافظ إبراهيم وهددا المحتل إننا لن نحول عن عهد مصر أو طرونا في الترب عظما رميمة فاتقوا غضبة العواصف إني قد رأيت المصير أمسا وخيمة طبعا هنا جماعة بيقول إن اتقوا اتحاد وغضبة الشعب المصري يبقى عندنا عمق النضال الوطني والثورة ضد المستعمر آخر سؤال عندنا في المدرسة مصطفى صادق الرفعي يقول والذي يزرع التهاونة في الأشياء لا يجتنيه إلا هوانة في سما هنا عابط البيت ده من نظر شعراء الديوان إن كنا لما هندرس شعراء الديوان كان لهم أكثر من يعني ملحوظة على هذه المدرسة منها هو غلبة طبعا الصور البيانية الإجابة رقم دين ساعدت بكم وإن شاء الله مكملين في هذا الكتاب القيم أشكركم على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته